السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله مساءكم أيها الإخوة في ليلة التاسع من صفر 138 هجرية اليوم كان يوم الثلاثاء الثامن من تشرين الثاني 2016 أيها الإخوة الأحبة تعامل بعض أهل الود والغاليين مع وسائل التواصل الإلكترونية وخاصة مع الواتس أب يعني ما بدي ألكون يبدو يجيب لي دائس سرسابي يبدو يجيب لي الدور يبدو يجيب لي الجلطة على أقل شيء مسبب لي صداع وجع راس يا جماعة هذا تايد فيديو بسجله على هذا الصحي يا جماعة يا حبايبي هذا الواتس أب صحيح في ناس بتنشر فيه الخير الله يزيون الخير ما مشكلي بس يا أخي في ناس ما عنده وقت في ناس هادة بتستخدموا له البرنامج بس للشغلات الضرورية طيب يعني إذا عشر أشخاص عم يبعتوا لك أقل شيء أنا عمعت لي عشرة إلي أنا واحد منهم باليوم بيبعت عشرين ثلاثين رسالة وعشرين فيديو صار حجمه للبرنامج على الآيفون مع أنه بمسحه كل يوم بمسحه واحد جيجا يعني شيء كبير كتير وإنت أنت لاحق ترى لهم الفيديوهات وأنا ما طلبتهم أصلا فالله يخليكم يا إخوتي الله يخليكم نيتكم طيبة يا عمي والله ما اختلفنا نيتكم صافي وعمل خير بس في طريقة لعمل خير في اسلوب معين أحيانا تعطي نتيجة عكسية يا أخي الساعة ستة الصبح تجيك عشرين رسالة على الواتس أب ستة الصبح أنت ونعيم أو خمس الصبح ما بيصير هذا ما بيصير يا إخوتي يا أحبتي هذا الأمر الأول الأمر الثاني لك بتكون مجموعة بجزد كاترة مشايخ أئمة عاملين هالمجموعة هاي بس للمعلومات اللي متعلقة مثلا بنشاط معين بدأ نجتمع مثلا في ناس بدون يروحوا ويعملوا درس بدون طيب هذا بس للمعلومات كيف نتواصل مع بعض خلال هالملتقى أو خلال هالدرس أو خلال هالدورة أو شي تلاقي واحد بلش يبعت على هذا اللي فيه اسماء ما بيعرف مين هنين ما بيعرف من أشخاص الموجودين بهاي المجموعة مين هنين شو هنين شو توجهاتهم شو أفكارهم بلش يبعت لك فيديوهات لك يا أخي ليش هذه المجموعة فقط تتعلق بهذا الأمر وعدم يحكي لعملين مجموعة لعبة فوتبول بيلعوا فوتبول منسلمين بيلعوا فوتبول مع بعضون ومبسوطين بلش واحد يبعت شغلات ممكن تثير يعني أخده رده واختلافاته وناحية طائفية كذا على هاي طيب ليش عم تبعت يا أخي انت بتعافين هادلون اللي معك بالمجموعة الناس بلش تترك المجموعة وتروح الله يرضى عليكم هذا بده حكمي يا إخوتي بده حكمي أنا بترجعكم أنا ما حدا يبعتلي على الواتس أب إلا شيء خاص في إني أنا خاص انت بدك مني شغلي بعتلي ياه على الواتس أب أما تبعتلي معلومات عامة يا أخي ما بدي أنا معلومات عامة ولا بدي فيديوهات عرفت تعيشتون إلا إذا شغلة مميزة جدا بتسألني أول ما عايش بعتلك ياها بعتلي ياها بقول لك الله يخلي يكون رجاء اللي عنكم وأكيد في ناس كتير بيتقولها الكلمة هاي بس خجلانة تقولها بس يا أخي والله يا أخي ما بيصير والله ما بيصير هذا التصرف هذا الله يزيكم الخير سامحوني والله بس من شانكم لأني بحبكم السلام عليكم